تعالوا نشوف المثال بتاعنا هو طالب مني نعيب المثال بتاعنا بيقول لك بيقول لك يعني هو بيقول لك افترض ان انت عندك متريكس A عدد الصفوف بتاعها N و عدد العميدة بتاعها M ويقول لك ان انت محتاج تدور على قيمة معينة جوة الماتريكس بيقول لك ايه write a user defined function to execute the search operation by finding its position in the matrix يعني بيقول لك اكتب لي user defined function عشان انفذ عمليات السرش دي انك توجد لي ال position مكان ال element اللي انا بدور عليه في الماتريكس ده الطلب بتاع item A طب في item B بقى بيقول لي ايه بيقول لي modify this function to to count how many times this value exists in the matrix يعني بيقول لي عدل function اللي قبلها لثبارة A بيعني دكتر function جديدة بالتعديل بحيث انك تقول لي عدد المرات اللي قررت فيها القيمة دي اللي بتعمل عليها search في الماتريكس طب part C او item C بيقول لي ايه modify this function to replace this value by zero بيقول لك بقى انت دورت على ال function على ال item دي او على ال value اللي انت بتدور عليها دي جوه الماتريكس ولقيتها شلي القيمة دي وحطي لي مكانها ايه وحطي لي مكانها zero طب تعالوا نشوف بقى الكلام ده نعمله ازاي هنتكلم الاول على part A اللي انا اتفقنا هو بيقول لي ايه اعمل function بتعمل search بحث على قيمة معينة جوه mean جوه matrix تعالوا نشوف هنعملها ازاي حيب احنا دلوقتي محروض بنفس sequence بتاع التفكير احنا الاول عايزين نحدد ايه المدخلات و ايه المخرجات بتاع function بتاعتنا بحث احنا الاول نجد ان انا بعرفين ايه المدخلات بتاعتنا ايه المدخلات بتاعتنا الماتريكس اللي انا هدور فيها يبقى ده اول حاجة يبقى ده هنسميها مثلا و انا فرض اسمها V و تاني حاجة ايه هي الحاجة اللي انا هدور عليها هنسميها مثلا E يبقى انا كده عرفت ايه ايه اللي داخل بالنسبالي الماتريكس اللي انا هدور فيها والقيمة اللي انا هدور عليها طيب ايه المخرجات بتاعتي بقى نجي عندي دي و نستنى شوية لازم نفهم من concept الاول المسألة بتقول لي ايه بتقول لي ان حضرتك هتدخل الماتريكس اللي انت هتدور فيها عن القيمة الفلانية و الفانكشن بتاعتك المفروض ترد عليها تقول لي ايه بقى تقول لي القيمة دي موجودة جوه الماتريكس ولا مش موجودة بدأ اول طلب ثاني طلب ان هي لو موجودة تقول لي اماكنها فين بالزبط فاسأل حاجة عشان اعرف اماكنها فين ان انا ارجع الماتريكس بنسميها احنا ماسك ايه ماسك دي ان الماتريكس دي بترجع لي الاماكن اللي هي موجودة فيها القيمة دي بحط عليها كده زي علامة و نفرض ان هي قيمتها واحد يبقى لو انا حطيت الماسك ده او الماتريكس دي على الماتريكس الرئيسية و مجرد الوحيد دي دي اماكن القيمة اللي انا بدور عليها اللي موجودة فعليا جوه الماتريكس الكبيرة وباقي الماتريكس تبقى ايه تبقى صفار يبقى دي طريقة تفكير ان انا ارجع البوزيشنز او اماكن القيمة اللي انا بدور عليها طيب نعملها ازاي بقى تعالوا نبص و نشوف هنحل المثال ده ازاي وانت بكوت بتاعه خلاص احنا بنا شطار و نعرف نكتب ازاي الفانكشن دلوقتي اول حاجة بنعملها بنكتب ايه بنكتب فانكشن وبعد كده هنكتب الاوبوت بتاعتنا نفتح سكوير براكت و نكتب الاوبوت بتاعنا ايه الاوبوت بتاعنا اللي هي الماسك الماتريكس اللي انا عليها اللي هي هنسميها Y و نقفل القوس الواي ماتريكس دي او الماسك ماتريكس هي هي نفس الديمانشنز بتاع الماتريكس اللي احبتك مدخلها يعني اختها بالزبط في الديمانشن يعني لو دي 3 في 3 يبقى دي 3 في 3 لو دي 5 في 3 يبقى دي 5 في 3 كل الفكرة بس ان انت لما تحط دي على دي يبقى لتنين متطابقين في الديمانشن ماشي والواي دي المفروض في الاخر ان هي كلها صفار و المكان الفلاني بتاع القيمة اللي انا بادور عليها ده هيبقى واحد يعني مثلا و نفترض ان انا بدخل لك ماتريكس و بادور على قيمة 23 جواه الماتريكس و قيمة 23 دي موجودة في الاليمنت الاولاني والاخير في المصفوفة يبقى الماتريكس دي كلها هتبقى كلها اللي هي الماسك دي كلها صفار مع ده قيمتين قيمة العنصر الاولاني في المصفوفة والعنصر الاخير في المصفوفة ده الكنسيبت او المبدأ بتاع الماسك الماتريكس اللي هي الواي اللي احنا هنرجحها اللي هي هتبقى الاول بتاعنا بعد كده هنكتب يساوي و نكتب اسم الفانكشن اللي احنا هنديها به اللي احنا نسميها مثلا و نفتح القوس و ندخل الامبوتس بتاعنا اللي هي المصفوفة اللي انا هدور فيها او الماتريكس اللي هدور فيها اللي احنا افترضنا نسميها في و كومة والقيمة اللي انا هدور عليها والمفترض نحنا نسميها اي كده احنا كتبنا مين كتبنا التعريف بتاع الفانكشن نبتدي ندخل بقى جوه ايه جوه الباضي بتاع الفانكشن اول حاجة بتقابلنا اللي هو السطر بتاع الكومنت او التعليق هنكتب فيه مثلا ان دي فانكشن بتعمل سيرش او بحث عن قيمة جوه متريكس وبعد كده نبتدي ندخل جوه ايه جوه الفانكشن هنأتفقنا للوقت ان انا اول حاجة ما اعملها ايه طالما عندي متريكس لازم اجيب الديمانشن بتاعت الماتريكس ايه هي الديمانشن بتاعت الماتريكس بايه عدد الصفوف وعدد الاعمدة بجيبهم بايه بجيبهم بالفانكشن اللي اسمها ايه اللي اسمها سايز يبقى دلوقت جبت الديمانشن بتاعت المصفوف بكتبها ازاي بكتب اكس بيساوي سايز اوف في واعمل سيمي كولون طيب الاكس يساوي السايز اوف في يبقى ايه يبقى الاكس ده قيمتين زي ما عملنا في المثالين اللي فاتوا القيمة الاولانية بتاعته او العنصر الاولاني في الفيكتور اكس ده تمثل عدد الصفوف اللي هي ال number of rows القيمة التانية او العنصر التاني في الفيكتور اكس تمثل عدد الاعمدة يبقى انا كده عرفت ايه عرفت عدد الصفوف وعدد الاعمدة يبقى اكس اوف اون ده تمثل عدد الصفوف X of 2 ده تمثل عدد الأعمدة دلوقتي أنا هدور أعمل سرش جوه المصفوفة فالمصفوفة دلوقتي إيه أصفوف وأعمدة فهبتدي عشان أدور لازم أعمل إيه أعمل for loop هعمل عشان أدور ودور على element فالعنصر الفلاني المفروض أي عنصر جوه المصفوفة يمثل بصفوف ونفترض أن أدور بها بالكاونتر والأعمدة بالكاونتر اللي اسمه G يبقى أنا دلوقتي هدور في صفوفه أعمدة يبقى أنا هدور همشي على كل صف 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 أخلص الصف الأولاني مثلا العنصر الأولاني جوه الصف الثاني بعد كده العنصر الثاني جوه الصف يعني العنصر الأولاني جوه الصف الأولان العنصر الثاني جوه الصف الأولان العنصر الثالث جوه الصف الأولان يبقى ازاي بعد نعملها ازاي دي يبقى الصف الاولاني العنصر الاولاني يبقى الصف الاولاني المسئول عنه كاونتر اي يبقى هعمل فورلوب من اي يتسوي واحد لحد عدد الصفوف وبعد كده عايز اجيب ايه ده الصف الاولاني ده او العنصر ده موجود فين جوه الصف الاولاني يبقى افقاني عمود يبقى اول ازاي دي اعملها ازاي اعمل فورلوب تانية جوه الفورلوب الاولاني اللي احنا بنسميها نستد لوبس لما اجي عمل فورلوب التانية جوه الفورلوب الاولاني ايه انا بقوله ايه بقوله انت دخلت الصف الاولاني بعد كده هتخش جوا اللوب دي تدور لي على ال river آيفون عنى العنصر الأولاني في العمود الأولاني في العمودة الثانية wenig يبقى العنصر الثاني في العمود الثاني جوه الصف الاولاني يبقى العنصر الثالث في العمود الثالث جوه الصف الاولاني واضح كده يبقى هعمل اثنين فور لوب الفور الاولاني اي لعدد الصفوف واللوب الثاني الجوه لعدد الاعمداء و اقول له فور اي إنسوي 1 تكون عدد الصفوف اللي اتفقنا بتقول ان عدد الصفوف ان انا هتعامل على الصفوف والاعمدة ابتدي اقول له القيمة اللي انا عايزها دي موجودة في انهي عنصر جوه المصفوفة عشان اعمل الكلام ده اعمله ازاي اعمله بجملة F اقول له F ال E القيمة اللي انا بدور عليها دي بتساوي V of I و J يعني ايه؟ يعني المصفوفة بتاعتنا اللي اسمها V لفني على المصفوفة كلها عنصر عنصر من الصف الاول العمود الاول يعني العنصر اللي موجود في الصف الاول العمود الاول الى الصف الاخير والعمود الاخير بالتتابعة هل القيمة دي موجودة في اي عنصر من العناصر دي ولا لا لو موجودة هتعمل إيه بقى هتروح جاي رايح لي الواي اللي هي التفنى اللي احنا هنسميها الماسك فانكشن بإيه بقى بنفس المكان اللي انت لقيته في المين في المصفوفة دي اللي هو الاي الصف الفلاني والج العمود الفلاني نفس الصف والعمود نفس المكان بالضبط اللي انت لقيت فيه القيمة دي هتروح تحطيلي في نفس المكان ده في المسك ده هي اللي سمناها وحطيلي قيمتها كام بواحد اخدت بالك من طريقة التفكير هو كل الموضوع ببساطة ايه انا لقيت القيمة دي في المكان الفلاني وليكن الصف الاول والعمود التالت هخلق مصفوفة جديدة اسمها واي واقوله المكان اللي انت لقيت فيه ده اللي هو الصف الاول والعمود التالت في المصفوفة الجديدة حطيلي فيه كام حطيلي فيه وان طب الس بقى يعني ما لقيتش هنقوله بقى الواي في المكان اللي انت ما لقيتش فيه ده حطيلي فيه صفر يعني الاصل في اللعبة ماشي ازاي ماشي الاول الصف الاول العمود الاول لقيت في القيمة ولا ملاقيتش لو لقيت في القيمة حطيلي في المصفوفة اللي هي اللي اسمها واي وان طب ما لقيتش اللي هي الس يعني هروح جاي رايح في نفس المكان ده برضو حاطت فيه صفر وارح جاي اعمل بعد كده end لجملة ال-f وبعد كده end لجملة ال-for بتاعت ال-g وبعد كده end لجملة ال-for بتاعت ال-i يبقى انا كده عملت ايه end بالتتابع وخلي بالنا من ال-end دي لان ال-end دي انت بتخسر عليها درجات لو نسيتها يبقى فتح جملة f لازم تنتيها ب-end فتح for لازم تنتيها ب-end يعني for j بتساوي 1 الى x of 2 دي لازم تقفلها ال-end بتاعتها for i بتساوي 1 الى x of 1 لازم تقفلها ال-end بتاعتها طيب احنا دلوقتي عملنا اللي هي الماسك matrix اللي هي ال-y فالمفروض دلوقتي بقى ان انا اعرف ايه اعرف هل ال-element توجد ولا ما توجدش يبقى بالعقل كده لازم اول ما نفكر انا افكر ازاي نعرف ها ازاي هبص على y هل كلها صفار ولا فيها وحيد لو y دي كلها صفار يبقى القيمة اللي انا بدور عليها مش موجودة طيب لو y دي فيها وحيد لو فيها وحيد يبقى فعلا في قيمة دي موجودة جوة function او جوة matrix انا بدور عليها و position بتاعها ما يقابلها في y matrix طيب عشان اعملها دي بعملها ازاي بقى زي ما اتفقنا ادور على حاجة لازم اعمل ايه اعمل f طالما هكارن يبقى على طول f طيب اعمل حاجة بقى الاول قبل ما كارن y دي مصفوفة ما ينفعش كارنها بقيمة صفر طبعا اعمل ايه مش هناخدنا زمان ان انا ممكن اعمل generate لمصفوفة كلها اصفار اه حصل كنا بنعملها بامر ايه بcommand اللي هو zeros يبقى انا عايز اخلى مصفوفة كلها اصفار بس لها نفس dimensions بتاعة y بتاعة y بتاعتي دي dimension بتاعة ايه ايه نفس dimensions بتاعة المصفوفة اللي انا مدخلها اساسا اللي هي الفي يعني عدد الصفوف هو x1 وعدد الاعمدة هو x2 يبقى بسيطة يبقى zeros 0s of x1 وx2 يبقى انا خلقت مصفوفة نفس dimensions بتاعة y بس كلها صفار واجه اقول اقوله if y بتساوي 0s of x1 و x2 يعني هل y قيمتها كلها صفار لو قيمة y كلها صفار معناها ايه معناها ان الالمنت ده مش موجود هعمل display اقوله the element is not exist لو y مش صفار يعني فيها وحيد يبقى معنا كده ان الالمنت بتاعي ده ايه الالمنت ده موجود فهقوله else display or disp number one refers to the position of searching element وبعد كده اقوله end اللي هي end بتاعت مين بتاعت جملة f وبعد كده end ل مين لل function نفسها وبكده تبقى انت ايه انت الحال بتاع كده انتهى المفروض بقى ان هو اول ما يعمل run هيشوف هل y موجودة فيها وحيد ولا مفش لو فيها وحيد هيقولك the element exist وهقول اللي هو ان الones بتشير لاماكن القيمة اللي انت بتدور عليها وهيعرض لك بعد الكلام ده قيمة مين قيمة الوا فانت لما تشوف الوا مثلا انت المواصفة كلها صفار وفيها عنصر او عنصرين وحيد يبقى الوحيد دي تشير الى مكان القيمة اللي انت بتدور عليها تعالوا نشوف بقى بارت بي بتقول لنا ايه بتقول لنا عدل الفانكشن اللي فاتت عشان كمان تجمع لي او تعدلي كم مرة ال element اللي انت او 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 مجدل مرة مجدد جوه المصوفة اللي انت دخلت لك تعالوا نشوف بقى هنعملها كيف يحضل لما انا اقول لك عدلي او اي حاجة بالمنظر ده في سؤال ان انت تكتب لي الفانكشن باسم جديد وتكتب لي الفانكشن تاني من اول وجديد ما تقوليش لا ده انا هعدل في السطر الفلاني مش عال لا دي كده بتبقى شكلها محترم شكلها كويس وبعليق انت لما بتكتب الفانكشن بالمنظر ده كده انت ما بتغلطش ما بتنساش سطور لا بالعكس انت بتكتبها وانت بتكتب بالترتيب المنطقي بتاعك بتلاقي نفسك بتفتكر لانك بترتب تفكيرك بتكتب هعمل كذا وادخل كذا وخرج كذا وضيف كذا وزود كذا فتعالوا نشوف بقى احنا هنعمل ايه في المثال بتاع مادئيا بس هنعدل اسم الفانكشن هنخليها search underscore element underscore count يعني هو بيعمل search وفي نفس الوقت كمان بيعد ايه بيعد عدد مرات وجود اللقيمة اللي أنا بدور عليها دي جوه الماتريكس احنا بوسطة جدا نريح نريح احنا عرفنا ازاي بندور وعرفنا ازاي نلاقي الحاجة او ما نلاقيهاش ببساطة اللي أنا عايز لما تلاقيها مرة رح قول لي ايه قول لي زود واحد طب لاتها مرة كمان زود واحد طب مرة كمان زود واحد مرة كمان زود واحد يبقى انت ببساطة جدا انت هتزود جملة في الاول خالص او متغير هجمع فيه ونفترض ان اسمه ايه ان اسمه كي هيسوي كام زيرو واجي في الحتة اللي أنا بقوله فيها لو لقيت القيمة دي جوه الماتريكس حطيلي واحد في المصفوفة اللي احنا انتفقنا عليها اللي بنسميها الماسك بعدها هقوله زود الجملة دي اللي هي كي يساوي كي بلاس وان انت لو لقيته لو لقيت القيمة اللي بدور عليها دي حطيلي على المتغير اللي اسمه كده زود لي عليه واحد وهكمل عادي خالص زي الفانكشن اللي في بارتي ايه ان انا بعد كده هعمل الس لو ملاقيتوش هحطيلي في المصفوفة بتاعت الماسك زيرو وبعد كده اعمل اند بتاعت الف واند بتاعت الفور بتاعت الج واند الفور بتاعت الاي وبعد كده هكمل عادي ان انا بعمل if y مصفوفة y كلها بصفار ولا فيها وحيد لو بصفار يبقى الالمينت مش موجود طيب لو بقى else ان y فيها وحيد مش كلها صفار يبقى الاول بقوله ايه بقوله ان الالمينت ده موجود والواحد ده بيشير لمكان الالمينت ده في المصفوفة وفي نفس الوقت يجي هزود الجملة دي. هقول له display. واقول له عدد الموجود. الالم الموجود اللي انا بدور عليه. ماشي. وقومة و display. يعني ده اتواجد عدد مرات k. وبعد كده بقول له ايه? بقول له end بتاعت الف وبعد كده end بتاعت الفونكشن. وكده يبقى الحل ده ايه? خلص. بارت c بقى بيقول لنا ايه? بيقول لنا عدد الفونكشن بتاعت السرش. to replace the value. ان انا بدور عليها دي. باي اي باي زيرو. يعني انا اول ملاقي القيم اللي انا بدور عليها دي. هعمل ايه? هشلها من المصفوفة وحط مكانها زيرو. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. احنا خلاص المفروض ان احنا تعلمنا من الحتة بتاعت ان انا ايه? ان انا اعد عدد القيم الموجودة هي بنفس التفكير. انا هاجي في الجزء اللي ايه? اللي انا كنت بدور فيه بقول له if القيمة دي موجودة جوه المصفوفة ولا لا? لو موجودة بقول له وحطيلي في الواي واحد. هاجي تحت السطر ده. وراح اقيل له ايه? اقول له لا ايه بايش ها ما تحطيهش بقى واحد. حطي لي واحد قصلي في المصفوفة بتاعت الماسك. وفي نفس الوقت كمان في المصفوفة اللي اسمها في اللي انت. اللي انا كنت باعتها لك. شلي القيمة دي وحطيني مكانها زي. بنكتبها ازاي بقى? هو لقى دلوقتي الالمت ده موجود فين? في الاي والجي. يعني الصف رقم اي والعمود رقم جي. هقول له في وفي اي وجي يساوي زي. بس كده? اه بس كده. واجي في الحتة اللي ها لما انها بعرض بقى بقول له ايه بقول له يعرض له مين? اعرض له الفي اللي هي في الصورة النهائية. وعمل انت. وكده يبقى الحل ده خلص. المثال ده مهم قوي حاوله تفهمه وتذكره كويس من الأمثلة اللي بتوضح لك أهمية الـ functions ومن الأمثلة اللي فيها تفكير وفيها شغلة تفهم الـ exercise ده كويس وتتمرن عليه عشان ده برضو بينامي قدرتك في التفكير واحنا برضو بنشتغل بنفس طريق التفكير دي وبالتوفيق إن شاء الله شامل تعال ندخل بقى في تمرين جديد ندخل بقى في تمرين جديد ندخل بقى في تمرين جديد 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 يعني من الآخر أدخل لها رقم ووظيفة الـ functions ستقولني الرقم ده مو فردي ولا زوجي نعمل الكلام ده ازاي تعالوا نشوف كما تعلمنا نكتب فانكشن وبعدين المفروض إن أنا المدخلات والمخرجات الفانكشن دي المفروض إن هي مش هترجع لي حاجة هي بس هتقول لي الرقم ده موجة اود ولا ايفن زوجي ولا فاردي طيب المدخلات في درقتين في الإدخال أول طريقة إن أنت يعني زي ما بنعمل سين وكوزين والكلام ده كله سين اكس وكوزين اكس والكلام ده أول طريقة التانية إن أنت تطلبها منه بـ input إن أنت تقول له مثلا إيه يساوي input ويتخلي الوزر يدخلك الرقم يعني طريقة أنك تطلع على الرسالة يقول له مثلا please choose a number وهو يدخلك لقيمة الرقم اللي انت هتشوفها دي اود ولا ايفن وده الطريقة اللي احنا اشتغلنا بها المرة كان هو من الواع التغيير يعني انت معاكل طريقتين بتغير تشتغل بـ طيب أنا هعملها ازاي بقى احنا بنعرف منين إذا كان الرقم ده even ولا اود ببساطة جدا إن انت لو قسمت الرقم ده على 2 وخرج الاسم بتاعك كان فيه باقي أكيد الرقم ده فردي يعني مثلا مفرضنا إن انت بتقسم 3 على 2 3 ده رقم اود رقم فردي لما قسم 3 على 2 هيبقى إيه 3 على 2 فيها الواحد يعني هي بتحتوي على الاتنين ويتبقى ريميندر عندك أو باقي واحد فيعتبر كأنها واحد ونص فال3 على 2 كأنها واحد ونص يعني انت أسمتها وتفضل عندك كام وتفضل عندك ريميندر فلو انت خرج الاسم بتاعك ده طلع ليه باقي في ريميندر يبقى الرقم ده اود بعكس إنها لو أسمت مثلا 4 على 2 هيبقى خرج الاسم كام 2 ومفيش ريميندر مفيش باقي 2 صحيحة طيب الكلام ده بنعمله ازاي في المتلاب في عندنا فانشن اسمها مود المود دي المود دي بتعمل ايه بقى بده اللي هدخل لها الرقم اللي انت عايز تشوفه يقبل الاسم على رقم تاني ولا لا يعني مثلا هندخل لها الرقم اللي هو اسمه ايه وقومة اتنين المود دي بتعمل ايه بقى تشوف بقى الرقم ده اللي هو الايه ده يقبل الاسم على اتنين بباقي ولا من غير بمعنى ايه بمعنى مثلا لو الايه ده يقبل اسم على اتنين ومفيش باقي بتطلع لك بترجع لك 0 طيب لو رقم ده اسم على اتنين وليه بقى ايه لو في ريمندر بترجع لك ايه بترجع لك يبقى نستفيد في البروغرام بتاعنا بالفونكشن مودي ازاي هقول له ايه هقول له مود ايه كومة اتنين يساوي يساوي زيرو يعني لو ايه ده اسم على اتنين من غير ريمندر يعني رجعت لي المود دي زيرو يبقى الرقم ده ايه الرقم ده ايه اقول له وقومة واقول له اعرض لي الرقم ده اللي هو الا طيب لو هي رجعت لي يعني الرقم ده ما بيقبلش الاسم على اتنين من غير مندر يعني لازم يبقى في باقي يبقى الرقم ده اد يبقى اقول له اعرض لي ان الرقم ده اه وكومة ديسبيلي الرقم وبعد كده هقول له ايه هقول له اند وكده يبقى الحل بتاع المثال ده كده خلص تعالوا نشوف بقى مثال جديد ايه يعني ايه يعني من اخر انا عندي اتنين وليكن ال x اللي قيمة ولنفترض انها خمسة وال y اللي قيمة ولنفترض انها تسعة انا عايز ايه عايز ابدلهم عايز ال x اللي بخمسة دي يبقى الخمسة تروح للواي والتسعة تروح للأكس نعملها ازاي دلوقتي الى فونكشن دين نجد من الحد الاول ايه هي الايموتس بتاعتها وايه الاوبوت فيه طريقتين في الحل فيه اول حل ان احنا زي ما تعلمنا ان انا عندي الى المنتس اللي دخلين لي ان هو مثلا او بي ان انا دخلهم فين في الايموت وفيه الطريقة التانية زي الفونكشن اللي استقرناها عن المثال التي ندخلها ان احنا ممكن ان تركيدي الوجوزر عن طريق يسموه الفونكشن اسمها 없 وبرضو في الاوبوت فيه طريقتين فيه طريقة ان انا اخلي الفونكشن ترجعلي اوبوت وممكن اخلي ان انا اعرض قيمة الاوبوت بتاع الفونكشن ده بالفونكشن اسمها ايه اللي اسمها except play اللي رايحك فيهم اشتغل به انا ما عنديش مشكلة هنفترض بقى عشان ان برضه نماشي ادنا شوية في النوع التاني او الطريقة التانية ان انا هنشتغلها بالطريقة التانية فانت اولا هتقول ايه هتقول فانكشن وهتكتب اسم الفانكشن على عطول لان انا في الطريقة دي انا مش هرجع اوت لها هعرضه عن طريق الديسبيلية واكتب اسم الفانكشن ونفترض ان احنا مسمينها وافتح القوس واقفله لان انا مش هدخل ايه مش هاخد في الفانكشن وبعد كده هعمل الكومنت اللي احنا بنعمله وبعدين هقول له بقى ايه هقول له ايه يساوي يا يوزر دخلني لو سمحت القيمة بتاعت ايه الرقم الاولين اللي هو امبوت وبين قصين ولو سمحت ادخل لي please enter the value of the first number وسيني كورو واعمل نفس الموضوع في second number اقول له بيه بيساوي input please enter the value of the second number فالفكرة بقى عندنا هنا عشان ابدلهم اعمل ايه لازم استعين بيه بفاريا والتالت يعني كأننا كأننا في تلاتة واقفين محمد ومحمود واحمد ونفترض ان ايه كل محمود واحمد كل واحد فيهم معاه فلوس برقم مختلفة محمود معه 10 جنيه واحمد معه 50 جنيه واحنا عايزين نبدل لاتنين ده مكان ده بس بشرط ان يبقى اتجاه واحد بس يعني احنا واحد هيدي للتاني يعني مش هياخد فنعمل ايه بقى فالموضوع كده مش هينفع فنستعين بحد تالت بطرف تالت والمختار ان هو المتغير اللي اسمه تمب فمحمود يدي تمب واحمد ومحمود ياخد من احمد وبعد كده ايه التمب يدي مين لاحمد فهي نفس الفكرة بالضبط ان انا الوقتي الايه هحطه في التمب وبعد كده الايه ياخد من البي وبعد كده البي ياخد من التمب وبعدين بعد كده هقول له ايه هقول له ديسبليي اللي هو الاي وكومة ديسبليي الاي يعني الاي اللي كان قيمته ااا الاولانية ونصررت ان هي كتت خمسة بقت قيمة الجديدة اللي هيكت موجودة في ايه في البي اللي هي انا اختارت مسلا وانا اختارت ان هيكت خمسين قيمة جديدة اجرب قيمة قديمة وبعد كده اقوله display second number B وقومة display B فالB هياخد بقى امين هياخد قيمة الخامسة اللي كانت موجودة في ال A واعمل بعد كده end وكده يكون ده حل المثال بتاعنا او التمرين اللي فات وكده تبقى انتهت محردنا النهاردة يا شباب شدوا حلكوا وذكروا المحردة دي كويس ومن المحررات اللي هي فيها تفكير وفيها شغل جامد جدا فانا عايز منكم لو سمحتوا المحررات دي تزاكروها كويس وفي نفس الوقت المحررة دي بالزاد تركزوا عليها قوي وتزاكروها مرة واثنين وثلاثة ويبقى المقصود مش الموضوع ان تحفظ برامج لانا مش عايزك تحفظ برامج على قد من عايزك تركز وتفكر يبقى عندك طريقة التفكير الخاصة بك انت وبالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر